أحسن الله إليكم شخصالح أيضا نذكر الإخوة والأخوات في المحافظة على الأنظمة والإرشادات التي تضعها هذه البلاد المباركة لعل لكم أيضا نصائح وتوجيهات في المحافظة على الأنظمة شخصالح محافظة على الأنظمة فيها مصلحتان أولا طاعة لولي أمر المسلمين بأنه هو الذي شرع هذه الأنظمة وأمر بها وثانيا أن فيها مصلحة للمسلمين فهي خير مع خير فعلى الناس يلتزم بهذه الأنظمة التي هي من صالحهم وصالح إخوانهم نعم